بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم مني السلام تنطلب لله سبحانه وتعالى إلقاكم هذا الفيديو وأنتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوته اليوم معنا واحد الوصفة خاصة بالناس اللي عندهم مشاكل مع ولداتهم أو الزوج ما تسمعش كلامها أو أنها ما سيعطيهش الفلوس أو أنها عندها مشاكل مع الزوج ديالها إذن بغينا نصوبوا الأمور مع الأزواج ديالنا يعطونا الفلوس ويكونوا معنا مزيانين ويسمعوا ويطوعوا مع ولداتنا وتكون عندنا السكينة في الدار ويكون عندنا الهمة والشان إذن الناس اللي بغيين المحبة بينك و بين الزوج ديالك أو بينك و بين ولداتك ولو يكون ولدك بعيدة لك تاخدي الصورة دياله وتبخريه بهذا العشبة إذن هذه العشبة ستغير حياتك من أكفس إلى أحسن إذن إن شاء الله مع الزوج ديالك مع ولداتك مع أحماتك مع أي شخص بغيتيه يكون معاك في الهمة والشان و يكون عندك طاقة إيجابية إذن صليوا كاملين على سيد الخلق و خلوا لنا في تهليقات إن شاء الله باش نعرفوا و ريوسنا الوصفات و باش نحطوهم لكم تيعجبوكم و لما تيعجبوكم إذن بغينا اليوم نحط لكم واحد الوصفة اللي غادي يتغير حياتك من حالة تكون فيها خصام و فيها مشاكل و الزوج ما نفهم مش مع الزوجة دياله يكونوا أسباب إما سحر أو عين أو طاقة سلبية أو حسد اليوم غادي نغيره من حال إلى حال ولكن خذكم تعرفوا بأن الله و قولي عنده الأحوال احنا تنطلبو غير الله مثلا تنطلبو حتى شي طاقة و ما تنعلموش يعلمو الغيب احنا غير سنحطو عشوب و آيات من القرآن الكريم ولكن اليوم غادي إن شاء الله ديروا هاد الوصفة و غادي تحطو لي في التعليقات إن شاء الله تولي السكينة في البيت وتولي الهمة والشان عند الأم أو عند الخط لي ما مقبولاش عند خوتها ما تحملوهاش أو أنها تكون عندها صدع والمشاكل في البيت دائما عند العراقات والخصامات والزوج ما يعطيش الفلوس ما يسمعش كلامها ولكن ديريها دائما باليقين والله المستعان على كل الأمور إذن بغينا نديروا واحد وصفة اللي غادي تعطيكم طاقة إيجابية في البيت هي سرغينا سرغينا مع القراءة اللي غادي نعطيكم غادي يكون عندكم الهمة والشان إذن عندنا سرغينا سرغينا عواد أو سرغينا ملونا نتوما في الاختيار خدوا أي حاجة بغيتوا خدوها ملونا أو من الأحسن تكون خام من الأحسن تكون عواد تكون عواد بحال هذي رام زيانة غادي ناخدو المعه إما المعه بحال هذي هذي رغير بخمس دراهم لمعه السائلة وعندنا هذي عبار هذي هذي خلتاءنا بعشر دراهم وهذي بخمس دراهم انتوما اخذوا سرغينا هذه عشر دراهم واخذوا واحد القنينة المعه السائلة المعه السائلة كان في الدول أي دولة كان المعه إما في الدول من المغرب من هنا وإما في الدول العربية عندهم صرغينة إذن سنأخذ صرغينة سنخويها على هذه صرغينة سنخوي عليها الميع ونقرأ هذه الصورة الشريفة لتتلين القلوب وتشرح الصدور وتولي الرجل يبغي المرأة ويولي الرزق في البيت وولي الهدوء وولي عندك طاقة إيجابية في البيت إذن سنأخذ هاد الميع ونخويها هنا على هاد سرغينة هاد الوصفة من أقوى الوصفات اللي عندي أنا في القناة إذن ها هي غادي نخويها إن شاء الله غادي نحاول نخويها كاملة على هاد سرغينة هاد سرغينة نخويها بحلقة هاد سرغينة نقرأ عليها صورة واحدة صورة من أقوى الصور تتجيب الرزق تتعطي المحبة تتجيب القبول تتكون عندك طاقة إيجابية في البيت والمادة تدخل من حيث تحتسبين ومن حيث لا تحتسبين وثارة انها رائعاة في جلب القلوب وطرد النحس من البيت جلب القلوب وطرد النحس من البيت كان عندك هانتما هانتما غادي تاخدوا صغينة هانتما اتخليوها بعد ما تقرأوا عليها تخليوها ليلة كاملة والصباح غادي تبقوا انكم تبخروا بها خلقوها دين انكم تخلقوها اذا هي ربحة اه العسل اه تتلصق هانتما تتلصق هانتما اشتوها اذا الميعة السائلة اه تكون ديال العبار او تكون هادي اه القنينة تكون بحال هادي رب خمس دراهم شروها ولا الميعة الناشفة لكن الناس اللي عندهم الميعة ناشفة غادي نخلطو شوية على نية الفرج باذن الله وطرد النحس وغادي تكون حياتك ان شاء الله تكون مملوئة بالفرح مع ولداتك مع اي واحد بغيته يكون معك في المحبة والمودة ويكون تستمع الطاعة ويكون عندك البيت هاني والزوج ديالك يعطيك الفلوس ولكن لانجحات معكم الوصفة خلونا تعليقات ان شاء الله اذا غادي نخدو صرغينا مع الميعة وغادي نقرأ عليها ان شاء الله واحد وخمسين مرة صورة الكوتر غادي ندير واحد وخمسين صورة الكوتر وغا نصلي على سيد الخلق واحد وخمسين مرة وغادي نقرأ الدعاء هالدعاء تقرأه غير سبع مرات اللي بتقوليه سبع مرات الحمد لله على ما انا عليه والحمد لله على ما سيأتي ما سيأتي اذا غادي تقرأ سبع مرات ولكن واحد وخمسين صورة الكوتر صورة الكوتر وتصلي على سيد الخلق واحد وخمسين مرة وتنفتي وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته تقرأي هاد الآية وألقيت عليكم محبة مني وألقيت عليكم محبة مني سبع مرات في الآخر غادي ديري هاد دعاء ولكن تقرأي هاد الآية وألقيت عليكم محبة مني أولادك ذكرهم دكر الزوج ديالك وألقيت عليك محبة مني وألقيت عليكم محبة مني وألقيت عليكم محبة مني. إليكم محبة مني. إما سبع مرات وإما احضاشر مرات. ولقيت عليكم محبة مني. آآ إما ولداتك الذكرهم والذكر الزوج ديالك دائما يكون عندك المحبة والمودة بينك وبين الزوج ديالك وبين أولادك. غادي نجيو للتبخير. التبخير غادي إما تبخروا لا ربعة والسبت وإما تبخروا اثنين وثلاث ثلاثة أيام متتابعة وإما تبخروا لا ربعة والسبت. فهذه المدة طيلة الشهر تبقوا تبخروا كجوج عويدات تحطوهم فوق البوطة وتخليوا أنكم تبخروا أو تديروا الفحم. تديروا الفحم الدائري وتحطوا المجمر أحد الباب. وتبقوا تبخروا. وتبقوا تبخروا البيت. وانتما تدقلوا الدعاء. الحمد لله الحمد لله على ما أنا عليه. والحمد لله على ما سيأتي. إذن الحمد لله انت حمد الله على كل الأحوال. وحمد الله على نعم لعبك الله. وحمد الله على الزوج ديالك. وحمد الله لوليداتك. ولكن قرأي صورة الكوتر. صورة الكوتر غيجي الرزق بإذن الله. وغيجي التفاهم بإذن الله. غيجي المحبة بإذن الله. غيجي السمع والطاعة بإذن الله. ولكن لو قلت قرأي صورة الكوتر حاولي تحضري الخير والرباح. وتقولي أي دعاء أبغيتي ولكن هالدعاء ما تفرضوش فيه الحمد لله على ما أنا عليه الحمد لله على ما سيأتي إذن أنت حمد الله على كل شيء وحمد الله على اللي يجاي إذن أنت حضرتي طاقة طاقة دي الله سبحانه وتعالى وحضرتي الخير وحضرتي كل حاجة زوينة اللي غد يعطيها لك الله ولكن لك أن ولدك بعيد حاولي تشعلي الفحم وتحطي واحد ثلاث عويدات بحلاله وغادي إن شاء الله تبخري الصورة تبخري الصورة بحالة كان ولدك بعيد وما تسول شويك أو ما تسفشتك الفلوس تبخري لي الصورة وانتي بعد ما قريتي على هذا المكون صورة الكوتر وقريتي الدعاء وألقيت عليك محبة مني خلق وتمنيتي الخير وتمنيتي أوليداتك يسمعوا كلامك وتكون عندك السمع والطاعة وتكون المحبة ويكون الرجاء من الله سبحانه وتعالى بزاف الناس داروا هاد وصفة وتغيرت أكفس إلى أحسن إذن حاولوا أنكم تحاولوا ديرها ولكن دائما نية أبلغوا من العمل دائما مشي عند عطار لما نفكركم مشي عند عطار قبلي يكون مقبل الناس لي ما له club ب bilingual ويحاولوا dar erschد من نgoments والخزامة يتميجو عليها صورة الكوتر ونفس القراءة اللي تقروب عليها لا تقروب عليها سرغينا وتقروب عليها الخزامة والناس لي ما عنده مش club وما عنده مش سرغينا ذ neuron سعونا З qub57 إذا عطار قينوز او ياخدوا لوبان الذكر لوبان الذكر بواحد الكمية ويضيفوا له المعاة المعاة السائلة وبدأوا يبخروا نفس طريقة ونفس كل شيء ديروا الفحم وبخروا لأنكم إذا بخرتم الفحم الرماد ستجمعوه وتلوحوه في أي مكان فيه ترام إذن أحبابي سنتمنى أنكم تقدروا المجهود وتخلونا لايك وتدعمونا وتفعلوا الجرس وتأمونوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا